أزمة قطر ممتدة تقريباً سنة دلوقتي إيه نهاية هذه الأزمة؟ متى تلوح في الأفق نقطة النهاية؟ والله يا عمر بيك أنا شايف أن الجماعة الإخوة في قطر ما عرفش بيحسبوها إزاي يعني إيه اللي خليك تغرد خارج السلب وتتحدى المنطقة كلها وتصبح يعني سنجل دعاوة لوحدك كده معزول ما عرفش وأظن ترامب برضو استاد الشيخ تميم وقال له إيه المبيادة وعزيف فلوسه بتاع يعني ما عرفش ليه النؤكل كده فرادة وإيه اللي يخلي قطر تعادي مصر إيه اللي يخلي قطر تحتضن الطيارات المتطرفة إيه اللي يخلي قطر تستقبل بعض الإرهابيين لا أحد يعلم قطر الدولة شقيقة جداً على فكرة الشعب الخطري من أخرى بالشعوب إلى الشعب المصري ده صحيح إحنا بنتكلم دايماً حتى لما في الإعلام عن قطر بنشوفهم براء آه بنتكلم عن طب والله أنا أحكي لك كنت في أكسفورد بعمل محاضرة من شهر في فتاة كده ومعها أخوها حياتنا هو قارت أنا من العائلة الحاكمة في قطر من العائلة الحاكمة وقاموا جاي يدفع الحساب قال لي لا الجامعة اللي كان هنا دفعوا الحساب تحية لك فشعب ودود طيب يعني ما عرفش ليه يتعامل فيه كده ليه طب ما هو يعني يعني التطلعات الجامدة والكبيرة للحكام القطريين بتخليهم يعني يقوموا بهذه السياسة يعني عرفش أنا فيما اليوم قابلت الشيخ حمد سنة 89 كان ولي العهد لسه كان الشيخ خليفة موجود وكان بكلمة عنه ناصري وتقدمي وفي الأمر ما يؤكد زيلي وعلقيت محاضرة يومية حضرها الخارداوي ولو صور معي كتيرها إنما ما كناش متوقع إنك خاطر تأخد هذه المنحة حتى مش معنا احنا تبقول يا أخي مصر بلد يعني ماهيش من دؤر الخليق لدؤر الخليق اللي هما يعني وخصوصا للسعودية الأخ الشخيخ اللي مالوش حل والسعودية الشخيخة الكبرى بتأخد معاها مواقف من هذا النوع ليه شكرا